شوفي يا نديمة هو أنا في الأخير قلت لي قلت لي وليد ما تقلت أنا على أساس أن الموضوع بالحق قلت لجانا إيميل أمس ودويت مع الوزيرة والوزيرة دويت مع وزير الصحة ووزير الصحة قال لي أبعتي لي الرسالة هي بيني وبينك مازال ما تبعت هاش لوزارة الخارجية خليني نحاول نديلك حوالي فلوس لأن هي مش مكتوبة أني نصرف من الوديعة فيها هي عايمة شوي مفيهاش قيمة مفيهاش تفاصيل الحق وطبع الفواتير ما بعتهم لاش ما بعت لاش إلا هي جاهزها وقلت أنا قصدي هو كان صار مننا الموضوع هيكي ولا هيكي لازم نبعتها الرسالة هي لوزارة الخارجية فلازم تكون مسجلة ولازم تكون بالتاريخ لأنه وكان رد علي بيرد علي بتاريخ قريب يعني اليوم ولا غضوة فما نقدرش نبعتها لوزارة الخارجية بعد ما هو يوقح حالي على قل تجهز هي برقم إشاري وبعتلي نقول والله يبعتنا هالكم احنا ما نعرفش علش ما وصلتكمش فأي دي سايرتو تلهم امشي وجهزها وبعت هالي وإن شاء الله خير والله قاعدة نستنته بنشوف شين يصير إن شاء الله يهمشلي عليها ويكتب يتم السداد من الوديع هذا المطلوب طوان هو يوقع عليها ويقول يتم لا مانع من سداد هذه القيمة من الوديعة من وديعة وزارة الصحف في السفار فا امنات شير يعني هذا السداد عبد السلام seemed optimistic ويبالسي إن شاء الله خير اشتركوا في القناة